تحياتي صحيح ان جلسة هشام طلعت نصطفى كانت النهاردة وصحيح ان الجلسة دي حضرها عشرات من الكاميرات والمراسلين الا اننا النهاردة هنقدم لكم جزء في مجموعة من التقارير المتميزة تلفزيونيا لزوايا مختلفة في هذه الجلسة لا يخفى عليكم ان المحاكمة دي مش محكمة كده فيها محور واحد ولا خط واحد لا فيها العديد من المحور والخطوط هنقدم لحضراتكم خدمة اعلامية متميزة زي ما قلت قبل كده صحيح ان وقتها مش هيبقى كبير انما هتبقى مليئة بالمعلومات لحضراتكم انما في عندنا حاجة مهمة جدا النهاردة فاكرين لما الاسبوع اللي فات مش احنا كبرنامج وحضراتكم كمشاهدين البلد كلها اتفاجأت بذلك المؤتمر الذي عقد وكان السيد جمال مبارك هو المتحدث فيه وبجواره كان يقف دكتور محمود موحيد دين وكلمونا عن المشروع الجديد او الاطروحة الجديدة بانهم يدوا الشعب المصري اسهم في الشركات قطاع الاعمال او في الاملاكة العامة للدولة ساعتها مفهمناش والحد دلوقت الحقيقة احنا مش فاهمين وبعدين كنا كنا فاكرين انه احنا بس اللي مش فاهمين بمعنى الغير متخصصين او في الاقتصاد اتضح انه حتى المتخصصين في الاقتصاد الرؤية عندهم ملتبسة جدا مش بس كده دا الموضوع يخصنا احنا لما قالوا هيددوا اسهم للناس قالوا هندد كل شخص عنده 21 سنة اسهم وبما اني فوق 21 سنة وبالتأكيد حضراتكم او 90% من حضراتكم فوق 21 سنة لانه دا تارجت اودينس او الجمهور المستعدة من برنامجنا فاحنا مش عارفين هم هيددونا الاسهم دي ازاي يعني ايه يعني هيوزعوها علينا ببلاش وبعدين احنا نبيعها ولا ندخل بيها في البورصة ولا نحتفظ بيها للزمن ولا ايه بالزبط وهيددوها لنا بكام وهم اصلا هيددوها لنا ليه احنا مش عارفين النهاردة الحقيقة فكرنا انه فيه شخصية تقعد تشرح لنا وبعدين قلنا مين الشخصية اللي هتشرح لنا غير اصحاب المشروع نفسه اه وتحديدا اه شخصية اه معروفة ربما بافكارها الاقتصادية اللي فيها نوع من الابتكارية او التجديد دكتور محمود محيد دين وزير الاستثمار فكرنا قلنا لو جيه وزير الاستثمار هيقعد معاي الوزير اه في لالب الامر يحاول يشرح يمكن يحاول يبسط كلامه بس هيشرح لنا اه في شكل متصل الفكرة والتخوفات وازاي هيطبقوها وازاي اه اه يعني يمكن يكون فيه جدول زمني لها اعتقدنا ان الصيغة دي يمكن متكونش مناسبة اوي لمشاهدنا بمعنى انه احنا مش عايزين نقدم لحضرتك محاضرة محاضرة جامعية او محاضرة مدرسية او محاضرة من محاضرات النخبة النخبة الاقتصادية لان الوضع الاوفق لمشاهدنا تحديدا عشان يفهم اكتر انه يتواجد السيد او معالي وزير الاستثمار بشكل ملخص هيقول لنا الفكرة اللي هما بيترحوها علينا ازاي انما الاستضاحة الاكتر هيكون من خلال الاتصالات التليفونية بمعنى في عدد من المداخلات المتفق عليها من خبراء في الاقتصاد وفي السياسة يسألوا هما اسئلتهم الاول بمعنى انه من اجابات الوزير قد تتضح الرؤية اكثر صحيح انه بعض الاسئلة هيبقى فيها بعض التشكك مفيش مانع بعض الاسئلة هيبقى فيها استفسار خير وبركة بعض الاسئلة هيبقى فيها استعلام وهو كذلك وبعد كده هنفتح المجال لاتصالات الناس تسأل كمان كما يحلو لها في مسألة الاسهم اللي الحكومة بتفكر تديها لنا عشان نحاول نفهم اذا موعدنا اليوم في المقطع الاكبر من حلقتنا مع معالي وزير الاستثمار دكتور محمود محيد دين مجيبا على اسئلتنا الحائرة في مسألة الاسهم انما لحد ما نعرض لحضراتكم المقطع الخاص بيشان طلعت مصطفهم ممكن ناخد نظرة سريعة جدا على بعض ما حدث في المحكمة اليوم موسيقى 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 في المرافعة بيتكلمة يا أستاذ أنا حافظ القضية أكثر منك وعشان تبقى عارفة أنا مش طالب منك مرافعة أما يجي دورك بيترافق أنا أعترض على تدخل كل من مباشر من هذه الدعوة نحن كل من تطلقوا من عدد المحكمة ساعد الصبر معانا زي أسوة بالمنهمان عشان إحنا كمان نقدر أوضح بلايها الموقرة الباعث القاطع الذي لا يقدر أي شكل موسيقى صحيح أن الجلسة تأجلت لبكرة إنما فيها أحداث مهمة جدا في وقتها هنلقي الضوء عليها بالتفصيل يعني مش بس أحراز تفكت كان فيه جزئية مهمة جدا أعتقد أن الدفاع طلبها ومحسن السكري شخصيا طلبها مسألة التشرتات الخاصة بيه الأحراز اللي في القضية عشان طلعت مصطفى كمان كان له طلب من القاضي بشكل واضح جدا تفاصيل وزوايا مختلفة من جلسة اليوم اللي تأجلت بكرة للاستماع لباقي الشهود النهاردة في جلسة النهاردة كمان تم الاستماع للضابط اللي ألقى القبض على محسن السكري وشهدته كمان اللي موجودة بشكل مهم جدا في القضية دي كونوا معنا في مجموعة من التقارير مختلفة الزوايا عن جلسة اليوم الجلسة التانية في المحاكمة الأشهر على الساحة الآن محاكمة رجل الأعمال والسياسي الشهير هشام طلعت مصطفى إنما في خضم الأسهم ومحاكمة هشام طلعت مصطفى اللي بيشار له دايما ب HTM هشام طلعت مصطفى لأنه كان محسن السكري لما ببعته المسجات أو كان مسييف والحقيقة مسييف اسمه على موبايله ب HTM هشام طلعت مصطفى الحروف الأولى منه يعني فيه كمان مساحة لأخبار مهمة صحيح تبدو اجتماعية صحيح ربما تبدو أقل في الأهمية على المستوى القومي إنما تستحق أن ننظر إليها عندكم مثلا الصرح اللي حصل في إحدى قراء السيود معلوماتنا اللي من بعيد لبعيد عن بعض الخصومات الثقرية تحديدا في السعيد إنه لما يبقى فيه خصومة ثقرية وفيه عند العلتين رغبة في إنهاء هذه الخصومة نعرف إنه حد من العيلة المعتدية بيشيل كفنه ودي طبعا فيها نوع يعني قدر كبير جدا من من الاعتراف بالذنب والانكسار يشيل كفنه ويروح للعيلة التانية وهنا يعفو عنه اللي حصل في العلتين في إحدى قراء السيود المراتي كان مختلف ولأول مرة يطبق في رمضان اللي فات حصلت خناء ما بين العلتين سببها لها بعيال يعني عيال كانوا بزعقلهم في الشارع المهم حصلت مشدد ما بين العلتين واحد من العيلة الأولى قتل شخصنا العيلة الثانية العيلة كان شرطها غريب جدا المراتي قالت لا ما يجيبش كفنه ويمشي ده يتحط في التابوت ويتشال ويتخذ عذاب في مشهد مليودراني كبير جدا الحقيقة انه الشخص اللي قتل محبوس فجابه أخوه وحطوه في التابوت ولمدة أربع ساعات وأهله شلوه وكأنه ميت ورايحينه أو مدينه في الأرافة وقبلت الأسرة الأخرى الشرط ثم كان الصلحة تواصل بالحق تواصل بالصر تواصل بالصر الله على ما نكون وكيل وشهيد وقبلت الأسرة صلى الله على سيد محمد على آله وصحبه وصدق الباب حق 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 موسيقى وسط حضور حاشد لأهالي قريب بلوت تم إنهاء أكثر خصومة ثائرية خلال أربعين يوما شهدها صعيد مصر والتي تمت إجراءاتها وفقا لتقليد جديد يخشى الأهالي أن يتحول إلى موضة الصعيد موسيقى فقد شهدت قرية بلوت في محافظة أسيود جلسة صلح يوم الخميس الماضي بين عائلة الجباسين وعائلة حسن أبو عاطية بعد أن نشأت بينهم خصومة ثائرية في شهر رمضان الماضي إثر مشاجرة أصفرت عن إصابة اثنين ومقتل أحد أبناء عائلة حسن أبو عاطية المثير للدهشة أن المشاجرة نشبت بين العائلتين بسبب له الأطفال السياح الحصد كان أثناء شهر رمضان ففي السهرة كان في الدوان بتاعنا كان فيه واحد من الجماعة اللي حاليا معهم المشكلة كان بيعموا تجول القصب فحبيت أن أقول له أدوى عن المكان فحصل الراجل ما يعني حصل الأمس كده فالوقت بكى ورح لأهله وجوه أهله طبعا أجامة المشاكل بينهم فأنتج عنه أصابة قتل ابن عمي اللي هو المرحوم أحمد درس فجأة اللي جناهم طبعا جينا علينا بشوم واحد ضرب فيهم مطلقة نارية فأصابت إدمي يعني أدت للوفاء لم يكن سبب المشاجرة هو الشيء الوحيد الغريب في هذه الحادثة فقد وفقت عائلة القتيل بعد تدخلات من أهالي المركز على إتمام الصلح ولكن مشترطة أن يتم وضع أحد أبناء عائلة الجباصين في نعش يجوب القرية في هيئة جنازة قبل أن يتم الإعفاء عنه بدلا من تقديم الكفن أو دفع الدية عشان طالب طبعا ما طالبش احنا عائلة كبيرة ولينا وزنة